العاصفة مرت من هنا وذلك في ساعات الليل وساعات الفجر الأولى وتم أحصاء العديد من الأضرار المادية الكبيرة نتيجة سرعة الهواء الكبيرة والتي بلغت حوالى 120 كم في الساعة وأدى ذلك إلى إرباك كبير في حركة الطيران عدد من الطائرات لم تتمكن من أن تحط في مطار رفيق الحرير الدولي وتم تحويل مسارها إلى لرنكا في كبروس أما الآن فقد عبرت العاصفة يتم أحصاء الأضرار وهي أضرار مادية كما ذكرت بحيث أن هناك تكسير في واجهات زجاجية سقوط لوحات أعلانية تكسير أشجار وسقوطها على سيارات مركونة بجانبها وانقطاع خطوط هاتفية انقطاع شبكات إمداد مياه وكهرباء هذه هي الأضرار المادية التي يمكن أحصاؤها في لبنان وقد دعت الهيئة العليا للإغاثة إلى أحصاء كل هذه الأضرار من أجل محاولة مساعدة الناس على إصلاحها خصوصا أن اللبنانيين يمرون بأوضاع اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة هناك خطر من الأيام القليلة المقبلة لأن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية حذرت من أن الكمية الكبيرة للأمطار والتي أتت في وقت لم يكن باردا جدا قد تؤدي إلى أيضا تمتزج مع الثلوج التي ستذوب وهذا قد يؤدي إلى فيضانات والسيول ودعت المواطنين إلى التحوط من إمكان حصول سيول جارفة في الأيام القليلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر